حسناً. نكمل بإذن الله. ماشاً. توقفنا عند إيه؟ إن الـ ADSL 2+. اللي هو أحدث حاجة. اللي هو بيعتبر عند الناس في البيوت الـ ADSL حتى الآن يعني. 24 ميجا. وأقصى سرعة رفع هي المين؟ 3 ونصف ميجا. ففي فرق كبير جداً من التحميل والإداعة. واضح. فرق واضح يعني. بس هي على فكرة ما بيقاش 24 يعني. هو أقصى حاجة بيديه لك 20. عشان يعني يبعد عن الموضوع ده. بيديك 20 بس أخر. طيب يا أستاذ. لو رحت إنت الخنة تقول له. أنا عايز أسرع من 20. أنا عايز 40 ميجا. عايز شريك 40. أقول له. لا أستنى. إحنا عندنا 40 أف فعلاً و50. ولكن ده لازم يكون عندك. مش قبلة النحاس دي أخرها 20. الـ ADSL أخر 24. طيب أنا عايز 50. عايز 40. عايز 100. والله إحتاج ساعتها يكون عندك أليام بصرية. فساعتها يشوف الحي اللي هو فيه. هل مغطف أليام بصرية ولا. لو مغطف الأليام بصرية يبقى كويس خير وبركة. وساعتها في الحال دي يعملوا إيه بقى؟ هيقول لك هل نمدي لك خط أليام بصرية. بسرعة توقع مختلف. الكلام اللي أنا قلت بتاع الإداع والرفع ده خاص بتخدمة الـ ADSL فقط. يعني الـ 3G اللي في جوالك لا يخضع للكلام ده. الـ 4G اللي في جوالك والـ 5G لا يخضع للكلام ده. بمعنى إيه؟ أنت ممكن تعمل الـ Speed Test اللي هو قياس سرعة الإنترنت عندك. تلاقي عندك في جوالك. سرعة تحميل. 50. وسرعة الإداء 40. عادي. ممكن تلاقي سرعة تحميل 70. والإداء 50. 60. عادي. فيش مشكلة. ليه؟ إنه دي تقنية تانية خالص. دي 4G و 5G وهكذا. فخلا خلا بلكم نقطة دي. اللي إحنا نتكلم عنه. ده خاص بالـ ADSL فقط. طيب. أي مميزات DSL؟ طبعا سرعته عالية. دايما تخط تليفون مش مشغول. قلنا زمان لا. الخدمات الأديمة قلنا التليفون بيقى مشغول. إحنا مش مشغول. التليفون شغال وإنترنت شغال. في نفس الوقت إنه عندك. أسران أستاذ. الـ DSL هو اللي حد دي الحين إحنا نستخدمه. بس لتغيّد طريقة التوصيل اللي هو الـ Fiber Optic؟ لا. الـ ADSL هو الكابل النحاس بتاع التليفون. آآ أوكي. لكن الـ يعني ما عاد له وجود. آآ. الـ Fiber Optic لا. اللي عنده قديم هيفضل زي ما هو على الـ ADSL. هم حالان بيحاولوا ينفوه يعني. فالـ ADSL اللي هي طريقة التوصيل يعني. آآ. رأس التليفون. التقنية نفسها. لكن الألياف بصرية لأ. بيديك كابل الألياف بصرية. سرعته مختلفة. والتقنية بتاعته ألياف بصرية. سرعتها عالية جدا. فهجعها بالـ ADSL. والمهم الثاني أو ثالث حاجة مميزة ومميزات الـ ADSL. هي الاتصال بشبكات الإنترنت. دائماً أنت متصل بإنترنت على طول يعني. يعني حتى لو بطيق شوية. انت بتسيب الحاجة تحمل وتمشي وتسيبه شغال عادي. أعتبر تكلفته إليه. على المدى لو أنت نظرت لها. على المدى. مارسل بساعة. آآ. لو أنت قرنت زمان. كانت ديال أبداساً دخلت على الإنترنت ساعتين. هيحزلك بالساعتين. لو أنت بخش إنترنت كتير كان يفرق معنا الكلام ده. خش ساعتين في اليوم. لكن إنت لو شفت أن إنت وليكن الساعتين في اليوم دول على مدار الشهر. لو كل يوم هتليهم بتكلفة الـ ADSL. فساعتها لأ أنا أجيب إنترنت 24 ساعة كل يوم أحسن. العيوب بقى كانت دائماً أن دي لازم تكون قريب من المقسم الرئيسي. لازم تكون قريب من السنترات. عشان الأحياء البعيدة وكلام ده كده عشان كده يبقاش عندهم. دائماً العيب الثاني أنه دائماً التحميل أعلى من الرفع. هناك عوامل عندنا متأثر على سرعة الاتصال أو سرعة الانترنت عندك في الـ DSL. أول شيء أنت مش شرك على سرعة كامل. أحد يقول له السرعة عندي بطيقة أستاذ. طب إنت مش شرك على خط كامل. وقال لك أنا مش شرك على خط 2 ميجا. طب هو بطيق يعني. فاش رحوتي يقول لا أصلا هو بطيق أخر. أقول لا. هو أنت مش شرك على خدمة بطيقة. لازم تشرك على خدمة مثلا. أنت مش شرك على خدمة 20 ميجا. ساعتها آه. المسافة. يعني إيه. لو أنت طول ما أنت مكان بتاعك. مش بعيد قوى عن الانسنترال يعني. لخصوصا إن الكابلات دي بتأثر بعمل التعالية. وبتأثر بالمسافة. كابلات نحاسية يعني. مقاومتها مش قوية قوي. فبتأثر. نوع الأسلاك نفسها. هل الأسلاك نحاس. والأليف بصريك دائما. بيختلفوا عن بعض. الأليف الضوية دي حاجة تانية خالص. لكن نوع الكابل نفسه بيختلف. طيب. الشمخة الافتراضية اللي هي. الخاصة اللي هي. اللي هي. اللي هي. هنقولها. دي هنقولها بمرق قادمة إن شاء الله. عشان تبقى. بكم حضرة حالها. هي الجزء اللي نستطيع ده. اللي في بي إن. والبقية اللي ايه. الفصل ده. طيب. في التقنية دي. هنقف على كده إن شاء الله. واستكمل غدا. هحاول. بتعايز. بتعايز.